من المعروف في شهر الفضيل يعني يكثر الاستهلاك كلمة للمواطن في هذه النقطة شوف ما هو معروف أنه تتحسن الوجبات بطبيعة الحال حتى أحيانا يعني يكثر الاستهلاك معتبار أنه لما يكثر الاستهلاك يعني تزيد الأسعار طبيعة الحال ولكن ما دام هناك وفرة فلا سبب في ارتفاع هذه الأسعار لسبب أحيانا يعني نكون ليلة رمضان السعر المعين والغدوة يفتح القارس لقى نفس السلعة بزادة يعني من غير معقول يعني هذه هذه السلوكيات التي نتمنى أن تزول تزول إما من خلال التحسيس والتوجيء أو من خلال أيضا الرضع هو أيضا سبل من يعني وسائل ضبط الأسواق المواطن الجزائري وأخونا المساهلك يعني نتم ندوره شهر كريم صيام مقبول ونطلب منه أن يساهم أيضا في ضبط الأسواق المساهمة تعمواطن المساهلك الجزائري من خلال تسوق الحكيم من خلال عدم اللهفة من خلال عدم التبذير حتى يعني يكون بإذن الله تعالى صياما كاملا يعني أداء ومعتقدا وأيضا دعوة لإخواننا التجار أنه بالمفهوم العام يحب يربح العام قويل صحيح فلا داعي لاستغلال هذه الفرصة بأجل أولا الربح على ظهر المستهلك الجزائري وكذلك قد يكون يعني في إغضاب المورة عز وجل لأنه مفروض الناس تفطر الصائم تجري بش تفطر الصائم حتى تأخذ ذلك العجل صحيح نحن نريد أن نرفع من سعر ترك اللقمة التي ستكون إفطارا للصائم نسأل الله عز وجل يعني الهداية للجميع ترجمة نانسي قنقر